السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال الشمس لبرج الحمل يوم الأربعاء عشرين آذار مارس بما أن الشمس ستنتقل لبرج الحمل يعني بداية أعياد موليد برج الحمل فكل عام موليد برج الحمل بكل خير طبعا انتقال الشمس رح يكون تمام الساعة ثلاثة وصد دقائق من صباح يوم الأربعاء عشرين ثلاثة رح تنتقل الشمس من الحوت للحمل ورح تظل موجودة في الحمل للساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة من بعد ظهر يوم الجمعة تسعتاش أربعة بتوقيت جرينج دخول الشمس لبرج الحمل يعني بداية فصل الربيع يعني بداية الدائرة الفلكية لأنه لو بتلاحظوا على الخارطة الفلكية دائما البداية بتبدأ من عند برج الحمل هو أول برج بالدائرة الفلكية وهذا الشيء يعني مختلف في بعض السنوات السنهاي بدايته رح تكون يوم عشرين ثلاثة زي ما حكينا واللي هو برضو يسمى الاعتدال الربيعي لأنه في هذا اليوم بيعتدل أو بيتساوى النهار والليل لأول مرة طبعا في المرة الثانية اللي هي اللي بتصير في بداية الخريف اللي هي في ثلاثة وعشرين تسعة مع انتقال الشمس لبرج الحمل ما بنشعر بالانتعاش بالفترة هاي وبالحيوية وبالطاقة وبالرغبة للانطلاق وبالجراءة وبالدفء شوي لأنه الفترة الماضية كان معظم تواجد الشمس في بروج لها علاقة بالشتاء فكنا نعاني هيك من برود الحركة قلة الحركة الرغبة بالطعام الأشياء من هذا القبيل وبعدها الآن بتبدأ مرحلة الانطلاق ومنبتع صفحة جديدة هيك بيكون في تفاؤل وفي رغبة في الحياة أكثر المستفيدين من وجود الشمس في برج الحمل طبعا موليد الأبراج النارية وموليد الأبراج الهوائية يعني الأسد والقوس بعدين الجوزاء والميزان والدلو طبعا أضعفهم هو الميزان لأنه مقابله تماما فشوي صحيح أنه بعطيه فرص للارتباط أو الشراكة أو تعزيز العلاقة مع الشركاء ولكنه أيضا بيصحب من الطاقة وبيستفزهم فبيجعل في نوع من أنواع العصبية عندهم بالنسبة لصفات الشمس طبعا مثل كل حلقة بنحكي نفس الشيء صفات الشمس لما تكون سعيدة تعطينا الطموح الصراحة تفاؤل جراءة كرم نشاط قيادة استقلالية ولكن لما بتكون منتحسة تعطينا الغرور الأنانية والدكتاتورية أيضا عشان نحكم أنه هل وجودها رح يكون سعيد ولا منتحس معناته لازم نطلع على الزوايا أول زاوية رح تكون يوم الخميس واحد وعشرين ثلاث وهي زاوية إيجابية تزديس إيجابية بين الشمس وبين بلوتو هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها وبرضو بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها وبتزيد من طموحنا وبتمنحنا مواهب إبداعية وحب للمغامرة والحاجة للمسئولية وهو مناسب للعلاقات مع المحيط وبتسمح لنا بحل مشاكلنا وبتساعدنا على أعادة تنظيم أعمالنا ومشاريعنا بتدل على قيام حكومة ما أو ممكن تتعرض لتحولات أو تغيرات إيجابية وكذلك زيادة الاستثمارات لتطوير البنيات التحتية لبلد ما والاهتمام أكثر بميدان البيئة والمحافظة عليها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم الخميس 11-4 هي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون يعني بتعزز قدراتنا الفكرية وبتساهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه بالعيام السابقة وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفرية ضرورية بيجلبنا الحيوية والنشاط وبيزيد من قدراتنا العقلية هذا الاتصال مناسب للنجاح بالامتحنات أو نجاح أدبي أو نجاح بمشاريعنا يجب علينا أن نركز مجهوداتنا على أهداف محددة هذا الاتصال غير مناسب للأسفار وعلاقات الصداقة وأيضا الزواج بالفترهاي وخصوصا أنه زواج فيه تراجع عطارد أيضا وبرضو بالدل هاي دوليا على نشاط أكثر في الميدان الإعلامي والصحف حول أعمال وإنجازات حكومة ما أو ملك ما أو رئيس ما وممكن تقوم الحكومة في هاي الفترة بإجراء اتصالات ومفاوضات أو شراكات أو اتفاقيات مع بعض الدول والاهتمام المتزايد للحكومة بميدان التعليم والتدريس وتطويره ومحول أمية والاهتمام بشؤون الشبيبة هاي الفترة بتشهد كذلك حركة أكبر لشبكة الطرقات ووسائل النقل والمواصلات معا لأنه بيكون فيه رواج أكبر لهاي الأمور أو فيه حركة أكثر ونشاط أكثر وأيضا بيكون فيه رواج أكبر لقطاع النشر والتأليف والمعلوماتية طيب هيك عرفنا أنه الزوايا اللي راح تتشكل هي إيجابية إذن أغلب الأوقات راح تكون الشمس موجودة في الحمل سعيدة إلا أنه في بعض الأيام طبعا على حسب الدرجة اللي موجودة في البرج وعلى حسب اتصالها مع القمر فهي بتحدد كمان قديش درجة السعادة وإذا كانت نسبة النحوسة بتقابل أو بتربيع بتنزل أو لا طبعا هاي منتبعها في التوقعات اليومية بما أنه الشمس راح تكون في الحمل إيجابية على جميع المواليد بشكل مغاير إلا أنه في برج أو اتنين هم هذولة أو ثلاثة بدنا نحذرهم نعطيهم تحذيرات خلينا نشوف مع بعض طبعا الجميع يسمع برجو يسمع طالعو طالعو الباطني الظاهري الزهري القمري اسمع اللي بدك إياه اللي بيتناسب معاك واللي بتشوفه انطبق عليه معناته هو هذا المؤثر والمسيطرة أكثر ويكتب بالتعليقات اكتب لي أنا شوفت انه هاي التوقعات مثلا هي اللي انطبقت علي عشان تتأكد انه هي اللي انطبقت عليك مثلا دك تسمع الحمل اسمع الحوت يعني الحوت اللي مر على الحوت هسا بدي يمر عليك اللي مواليد برج الجدي مثلا يسمعوا القوس بعدين بسمعوا هذا يشوف انه أثرت عليهم ولا لا يعني اسمع البرج اللي قبلك وبرجك عشان تشوف انت ايش التأثيرات انها انطبقت عليك الشهر الماضي اللي هو البرج اللي قبلك ولا ما انطبق عليك معلش عشان أوضحها مرة ثانية قبل ما ننتقل ونرجع لنفس السؤال يعني الآن مثلا الشمس على الحمل اللي بده يكون مثلا متعب في الفترة القادمة مواليد برج الثور الشهر الماضي كانت موجودة بالحوت اذا الحمل اللي شعروا بالتعب بعدها كانت بالدلو الحوت شعروا بالتعب يعني اسمع البرج اللي قبل واللي بعد عشان تعرف انت كيف كان الشهر الماضي معك وكيف الشهر هذا معك يا رب تكونوا يعني أكون وضحت صحة برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا بتبدأوا خلال الفترة هاي فترة أفضل من فترة الشهر الماضي صحيا ونفسيا وبتزيد من حيويتكم وبتقوي من وظيفة جهازك الهضمي بتمنحك شخصية متألقة ومتفائلة وعفوية وبصير عندك طموح زيادة وطبيعة عفيفة ولكن الشوي بتكون متسلط زيادة بتزيد حاجتك لنيل تقدير الآخرين وبرضو بتمنحك الثقة بالنفس وبتسهل علاقاتك بالمحيط طبعا هذا ما رح يصير في يوم واحد يعني هذا رح يصير لما بيجي عيد ميلادك الآن تصاعديا بتصير تشعر بهاي الأمور لعند عيد ميلادك بعدين بتبلش معك سنتك الجديدة فعشان هيك لا غاية عيد ميلادك وطبعا نرجع من كرر للي ما سمعوش المقدمة إنه كل عام وأنتم بكل خير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بدأت الآن أصعب مرحلة خلال هذا العام وهي وجود الشمس في بيت المتاعب اللي هو في الحمل فعشان هيك الآن بتبدأ اللي هي المرحلة الجديدة اللي هي مرحلة الغربال مرحلة اللي أنت بتغربل حياتك أو بتصفي حياتك مين إيش الأشياء اللي أنت خلاص بدك تخرجها من حياتك نهائيا كان أشخاص أو علاقات أو عمل أو معرفة أو دراسة أو كذا الآن دا تطلع من حياتك أو تبدأ مرحلة جديدة وهاي المرحلة مين اللي بديو يطلع ومين اللي بديو يكمل معاك فعشان هيك إحنا منسميها فترة مرهقة ومتعبة للأعصاب ما مننصح اتخاذ القرارات الحاسمة قبل ما تندرس بشكل جيد نحاول قدر الإمكان من غامر ومن جازف وكثير من الأشخاص اللي رح يوعدوك بأشياء رح يخلفوا بوعودهم برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هنا بدأت مرحلة جديدة اللي هي مرحلة النشاط الاجتماعي عندك فالفترة هاي رح تنشط اجتماعيا رح تعزز علاقاتك برضو ممكن تتعرف على أصدقاء جدد ممكن تلجأ لبعض المعارف لمساعدتك في مسألة ما وبرضو بإمكانك تحقيق مشروع أو أمنية بمساعدة أشخاص ذوي نفوذ أو علاقاتك بتكون جيدة مع الأصدقاء ولكن بدك تدير بالك أنه ما تفرض سلطتك على أصدقاءك وأيضا ما تأمن لأي شخص بسرك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هنا بالدعم مركزكم الاجتماعي أكثر في هاي الفترة بإمكانكم البحث عن عمل تيجي فرص للعمل أو عمل جديد وبتقدروا أنك تدفعوا بمصالحكم في مجال العمل لمنصب أو ترقي مثلا أو ترفيع أو شهرة الفترة هاي بتفتح مجالات كثيرة لأنه هذا بيت السمعة فممكن تحقق نجاح اجتماعي بفضل مساندة أشخاص ذوي نفوذ ممكن تحصل على ترقية أو منصب أو سلطة وبتحظى بثقة واحترام وتقدير الآخرين برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بينشطوا في السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب وأيضا بمسائل التواصل على أوراق أو محاملات إلا علاقة بالدراسة أو بالهجرة أو بالسفر البعيد وبرضو بيستفيدوا الطلاب الجامعيون أو الأكاديميون في دراستهم أكثر بالفترة هاي بزيد استعابهم وتركيزهم أكثر وبزيد ذكاهم وطموحهم وبتكونوا كارمين ومتسامحين ومتفائلين أيضا هاي فترة مناسبة للسفر أو أخذ عطل مثلا الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير بيستفيدوا بشكل كبير أيضا ممكن يكون في اهتمام لبعض الشؤون القانونية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء تتاح الفرصة بالفترة هاي لمكاسب مالية هاي المكاسب عادة بهاي الفترة بتيجي من شراكة أو من تعويض أو من تركة أو من بنك ضريبة تهمين قروض دعم مالي اللي هي الأموال اللي معك شريك فيها هاي الفترة بتتعزز هاي الأمور أكثر عندك وبصير في زيادة في الأرباح عن طريق شراكة أو زواجة أو ميراث مثلا أو الطالب بحقوقك أو تسترد أموال ما كنت تتوقع إنك تستردها وبيزيد اهتمامكم بالمواضيع الروحانية أكثر أو الأشياء القديمة أو الأشياء اللي التاريخية أو الأشياء اللي بتتعلق بأشخاص ماتوا مثلا متصير تتذكر ذكريات عنهم برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان هنا بتعززوا شراكاتكم وبترغبوا بالقيام بدور اجتماعي مهم اه طبعا الشراكة المالية شراكة العاطفية العلاقة بين الأزواج الأعمال المشتركة وممكن تحققوا استقرار وأمن بفضل شراكة أو زواج بالفترة هاي نوع من أنواع الدعم النفسي والفكري وهاي فترة مناسبة لتحسين العلاقات الزوجية اللي خصوصا كان فيها بعض التوتر بالفترة الماضية أيضا بتعززوا الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة المالية فممكن تبدأ شراكة جديدة ولكن تراجعوا طارد شوي بيخلي المزاج عندك متعكر فسهل استفزازك حاول قدر الإمكان إنك تشحن حالك بطاقة نفسية إيجابية وما تعصب برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيتراكم العمل عندكم الآن الآن الشمس صارت في البيت السادس فمعناته التركيز رح يكون على العمل وعلى الصحة ولكن برضو بيعطيكوا فرص لأمور عمل جديد أو إن عروض جديدة تعرض عليكم وبس بدكوا تنتبهوا لصحتكم وإذا شعرتوا بشيء غير اعتيادي بدكوا تراجعوا الطبيب بيزيد حبكم للعمل تبذل جهد تكافأ عليه أكثر تحتاج لتجديد محيطك هاي فترة مناسبة لإجراء تغيير على المستوى المهني أيضا للأشخاص اللي حبين يغيروا أو ممكن أنت فجأة تقرر أنك بدك تغير مجالك المهني أو المستوى المهني تماما وممكن برضو تحصل على ترقية برج القوس بالنسبة لمعوليد برج القوس تشعروا بقوة الحظ ماليا عاطفيا مع أبناكم نفسيا كل الأمور الفترة هاي من الفترات القوية بالنسبة لإلكم بتمنحكم تقدير الجنس الآخر ممكن تحققوا النجاح في بعض مشاريعكم أو أرباح عن طريق المعاملات اللي تتعلق بالعقارات أو هواي لإلك بتستثمرها بتحصل منها أرباح وهاي فترة مناسبة أيضا للتسلية والترويح عن النفس وأيضا العواطف والحب والاهتمام بالنفس والذات يعني فترة ممتازة جدا وممكن يكون في عندك فرحة في بيتك على مستوى العيل مثلا أو مستوى بيتك بمولود جديد أو حتى ضيف جديد أو فرحة حفلات مثلا برج الجديد بالنسبة لما وليد برج الجديد تستفيد في مجال السكن أي شيء له علاقة بالعقار يعني استئجار، بيع، عقار، فرحة أمور لها علاقة بالارتباط العائلي الارتباطات العائلية، الحفلات، المناسبات ميلاد مولود جديد، خطوبة أحد أفراد العائلة يعني أي شيء له علاقة بالبيت والعائلة هاي الفترة ممتازة جدا بالنسبة لكم حتى لو كانت استئجار بيت أقول لك حتى لو ديكور بيت يعني فيه اهتمام بالبيت أكثر فيه سعادة على المستوى العائلي ماء وعلاقاتك العائلية بتكون جيدة الحالة المادية بتكون ميسورة هاي فترة مناسبة لحيازة ممتلكات عقارية أو تحقيق نجاح شخصي أيضا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو هنا النشاط عالي جدا بالنسبة للكم اللي يعوض الفترة الماضية نشاط بالسفر القصير الاتصالات الكثيرة يعني الحوار، النقاش، التجارة بيستفيدوا برضو الطلاب اللي في المراحل اللي ما دون المرحلة الثانوية في دراستهم، بامتحاناتهم، استيعابهم قوي رغم أنه فيه تراجع لعطارد إلا أنه رح يكون فيه عندكو طاقة عالية جدا لأنه عطارد بيتراجع في نفس البرج ولكن سعادة الشمس رح تمنحكم طاقة عالية يبيلعب محيطكم العائل الميسور دور مهم في تحسين وضعيتك ممكن تحصل على أرباح عن طريق السفر أو التأليف بتزيد قوة ملاحظتك، فضولك الفكري، نقاشك، إقناعك وبتحظى بالشعبية وتقدير الآخرين برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود تتاح الفرصة خلال هاي الفترة لتعويض الضغط اللي كان عليك بالفترة الماضي الضغط المالي الآن في فرص لمكاسب مالية المكاسب هاي بتيجي من عمل إضافي يا مستردات يا هبات يا دعم يعني في بعض الفرص رح تجيك خلال هاي الفترة لازم تستثمرها تتعب عشان تحصل وبتفتح لك مجالات كبيرة بتساهل عليك اكتساب الممتلكات المادية وممكن تحصل على ترقية أو وضعية أعلى شوي من الوضعية اللي انت فيها بمساعدة أشخاص ذوي نفوذ كما انه بتزيد عندك رغبتك للتفذير فبندك تنتبه من التفذير لأنه بصير هيك الداخل مثل الطالع هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء